بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة وطالبات الصف السادس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم النهاردة الاختبار الرابع المراجعة النهائية سؤال اول تخير الاجابة الصحيحة مخترع المصباح الكهرابي هو دانيال روزرفورد أديسون نيوتين الاجابة الصحيحة أديسون يتكون في منطقة شبه ظل القمر على الارض كسوف كل جزئي حلقي كل ما سبق الاجابة الصحيحة كسوف جزئي من روافع النوع التالت عربة الحديقة المقص ماشد الفحم اللي هو مسك الفحم يعني كل ما سبق الاجابة الصحيحة ماسك الفحم إذا وقع القمر كاملا في منطقة شبه ظل الأرض يعتبر كسوفا يعتبر خسوفا لا يعتبر خسوفا الاجابة الصحيحة لا يعتبر خسوفا تركيز المحلول داخل الفجوة العصرية للشعيرة الجزرية بالنسبة للتربة صغير كبير مماثل الاجابة الصحيحة كبير من روافع النوع التالت صنارة السمك الأرجوحة كسارة البندق الاجابة الصحيحة صنارة السمك يحتوي مصباح الفلورسينت على غاز نيون أكسوجين قليل من الزئبق الاجابة الصحيحة قليل من الزئبق تم وصف الروافع لأول مرة عام 260 قبل الميلاد بواسطة العالم إديسون أرشميدس جاليليو الاجابة الصحيحة أرشميدس عند توصيل مصباح كهربي في دائرة على التوالي مع عدة مصابيح كهربية فإن شدة إضاءة المصابيح تقل تزداد تدضعف الاجابة الصحيحة تقل نقطة هي أحد أخطار الكهرباء قد تؤدي إلى تلف أنسجة الجسم الحريق الحروق الصدمة الكهربية الاجابة الصحيحة الحروق الكهربية زراع القوة مساوي لزراع المقاومة أحيانا في روافع النوع الأول الثاني الثالث الأول والثالث الإجابة الصحيحة الأول تصنع في تلة المصباح الكهربي من مادة الحديد النحاس التنجستين الألمونيوم الإجابة الصحيحة التنجستين جميع هذه المواد تقوم بتوصيل الطيار القهربي ما عدا النحاس المطاط الحديد الألمونيوم الإجابة الصحيحة المطاط يحدث للقمر كسوف كلي خسوف كلي كسوف جزئي ألف وباء معا الإجابة الصحيحة خسوف كلي عند احتراق مصباح كهربي موصل على التوالي في دائرة كهربية مع عدة مصابيح كهربية فإن باقي المصابيح تقل شدة إضائتها تزداد شدة إضائتها تنطفئ جميع المصابيح الإجابة الصحيحة تنطفئ جميع المصابيح تحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون الأرض بين القمر والشمس القمر بين الأرض والشمس الشمس بين كل من الأرض والقمر الإجابة الصحيحة القمر بين الأرض والشمس تنشأ ظاهرة كسوف القمر عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا وتكون الأرض بين القمر والشمس القمر بين الأرض والشمس الشمس بين الأرض والقمر الإجابة الصحيحة الأرض بين القمر والشمس خاصية النفاذ الإختيار هي السماح لبعض الأملاح بالمرور لحاجة النبات إليها فقد الماء في صورة بخار ماء في النبات امتصاص الماء من التربة الإجابة الصحيحة السماح لبعض الأملاح بالمرور لحاجة النبات إليها السؤال الثاني ضع علامة صح أو علامة خطأ مع تصويب الخطأ تصنع في تلت المسباح الكهرابي من الرصاص لأن درجة انصهاره عالية العبارة خاطئة الرصاص خطأ والتصويب التنجستين يدور القمر حول الأرض في مدار محدد وهما يدوران حول الشمس في مدار محدد أيضا العبارة صحيحة القوة دائما أصغر من المقاومة في روافع النوع الثاني العبارة صحيحة تظل المصابيح في الدائرة القهربية تعمل عند توصيلها على التوازي في حال التلف مسباح العبارة صحيحة تمتد الشعيرة الجزرية من أوعية الخشب العبارة خاطئة النوع الثالث توفر الجهد العبارة خاطئة التالت خطأ والصواب التن تفرز الشعيرة الجزرية مواد لازجة العبارة صحيحة يحتوي انتفاخ المصباح الكهربية على الهواء الجوي العبارة خاطئة الهواء الجوي خطأ والصواب غاز الأرجون الخامل أكمل ما يأتي تعتبر نقط أول الآلات البسيطة التي اختراعها الإنسان في الماضي الروافع الرافع عبارة عن نقطة تتحرك حول نقطة سابتة تسمى نقطة الارتكاز الرافع عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة سابتة تسمى نقطة الارتكاز المقص رافعة من النوع الأول بينما صنارة السمك رافعة من النوع الثالث أول ما نخترع المصباح الكهرباء هو العالم إديسون يتم توصيل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي يتم ملء مصابيح الفلورسينت بغاز نقط الخامل الأرجون تعتبر المواد المعدنية من المواد نقط للكهرباء من المواد الموصلة بينما الزجاج والمطاط من المواد العازلة للكهرباء تحدث نقط نتيجة لمرور الطيار الكهربي خلال جسم الإنسان الصدمة الكهربية تحدث ظاهرة خشوف القمر عند تواجد نقط بين نقط ونقط عند تواجد الأرض بين القمر والشمس تفرز الشعير الجزرية مادة مادة لازجة تساعد على تغلغل الجزر بين حبيبات التربة الغشاء الخلوي له خاصية نقط حيث يسمح فقط لبعض الأملاح بالمرور خلاله خاصية النفاذ الاختياري حاصل ضرب القوة في زراعها يسمى عزم القوة سقوط ظل القمر على سطح الأرض يؤدي إلى كسوف كلي يمر الطيار في الدائرة الكهربية عندما تكون نقط ولا يمر عندما تكون نقط يمر الطيار الكهربية في الدائرة الكهربية عندما تكون مغلقة ولا يمر عندما تكون الدائرة الكهربية مفتوحة تحدث ظاهرة كسوف الشمس عند وجود نقط بين الشمس ونقط على استقامة واحدة كسوف الشمس عند وجود القمر بين الشمس والأرض الغشاء الخلوي له خاصية نقط حيث يسمح فقط لبعض الأملاح بالمرور خلاله خاصية النفاذ الاختياري اختر من المجموعة باء ما يناسب المجموعة ألف روافع توفر الجهد دائما روافع النوع الثاني روافع لا توفر الجهد دائما روافع النوع الثالث روافع توفر الجهد أحيانا روافع النوع الأول النقطة التي تتحرك عليها الساق المتينة نقطة الارتكاز ساق تقع تحت تأثير القوة والمقاومة وتتحرك حول نقطة الارتكاز الرافع المصباح الكهربي يقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى ضوئية توصيل المصابيح بالمنازل يكون على التوازي فتيلة المصباح مصنوعة من سلك التنجستين أجب عن الأسئلة الآتية احسب طول زراع المقاومة الذي يعيد للرفع اتزانها إذا علمت أن زراع القوة 2 سنتيمتر والقوة المعلقة 8 نيوتن وأن المقاومة 1 نيوتن أول حاجة بنكتب القانون القوة في زراعها بيساوي المقاومة في زراعها إيه اللي موجود؟ إيه اللي موجود؟ زراع القوة 2 القوة 8 المطلوب زراع المقاومة طب المقاومة كام؟ المقاومة 1 يبقى نقول زراع المقاومة بيساوي ونضرب 8 في 2 على 1 الإجابة 16 سنتيمتر صنف الآلات التالية حسب نوعها رقم 1 صنارة الصيد رفع من النوع الثالث رقم 2 أرجوحة الأطفال رفع من النوع الأول رقم 3 فتاحة الزجاجات رفع من النوع الثاني المقص رفع من النوع الأول ماسك الحلوة رفع من النوع الثالث قصارة البندق رفع من النوع الثاني اكتب البيانات الدلة على الأرقام الموجودة على الأشكال التالية رقم 1 مصباح كهربي رقم 2 سلك توصيل نحاس رقم 3 مفتاح كهربي رقم 4 مصدر للطيارة الكهربي بطارية أذكر المصطلح العلمي الدال على كل عبارة روافع تكون فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز روافع النوع الثاني القوة في زراعها يساوي المقاومة في زراعها قانون الروافع سلك لولبي رفيع مصنوع من التينجستين يوجد بالمصباح الكهربي فتيلة التينجستين آلات بسيطة توفر الجهد الروافع طريقة توصيل للمصابيح تقل فيها شدة الإنارة كلما زاد عدد المصابيح التوصيل على التوالي مواد لا تسمح بسريان الطيار الكهربي خلالها مواد عزلة للكهرباء يحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة زل الأرض خسوف جزئي أداة تستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية المصباح الكهربي فتحات صغيرة موجودة على سطحي أوراق النبات الصغور فقدان الماء على هيئة بخار من أوراق النبات عن طريق الصغور النتح علل لما يأتي للآلات البسيطة أهمية كبيرة في حياتنا لأنها تستخدم في تجبير القوة مثل العتلة تجبير المسافة مثل المكنسة اليدوية نقل القوة من مكان لمكان مثل المكنسة اليدوية زيادة السرعة مثل مضرب الهوكي الدقة في أداء العمل مثل الملقاط تجنب المخاطر مثل ماسك الفحم تصنع أيادي أدوات الكهرباء من البلاستيك السميك لأن البلاستيك مادة عازلة للكهرباء فتحمل إنسان من الصدمة الكهربية قد يكون خسوف القمر جميعاً أو جزئياً عندما يقع القمر في منطقة ظل الأرض يحدث خسوف كلي أما إذا وقع جزء من القمر في منطقة ظل الأرض يحدث خسوف جزئي وجود خليتين حارستين تحيطان بكل ثغر في ورقة النبات تتحكم في فتح وغلق الصغور حسب حاجة النبات إن شاء الله الدرس القادم الإختبار الخامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته